ساعات قليلة تفصل بدء الجنب الفرنسي بدراسة الرد اللبناني على الورقة التي قدمتها باريس بنسختها الثانية إلى لبنان قبل أيام. رد حمل ملاحظات عدة وصلت إلى حوالي العشرة عمل عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدما أعطاه حزب الله ما يعنيه منها وتشاور بها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل أعداد الصيغة المشتركة. وعلى وقع التكتم حول تفاصيل الرد من جانب بري وميقاتي تؤكد مصادر مواكبة للورقتين الفرنسية والأمريكية المختلفتين بعض الشيء ولكن بمحور واحد الوضع الميداني في الجنوب أنه من المفترض أن يسلم بري الرد اليوم لسفارة الفرنسية وقد وصله مساء أمس جواب حزب الله بعد اجتماعات ثنائية مع حركة أمل على بنود الورقة الفرنسية والذي تضمن وفق مصادر الأخير كل ملاحظات الحزب خصوصا ما يتعلق بما كتب حول الجماعات اللبنانية المسلحة والمقصود فيها فرقة ردوان في الحزب. وتؤكد مصادر الحزب أنه بهذا يكون قد أنهى عمله وأصبح الأمر بيد بري الذي يرى ما هو الأنسب بإدخال الملاحظات على النص الأخير مع تقديمه للفرنسيين. وتعود المصادر المواكبة لمسار الورقة الفرنسية والتي من ضمنها كلام عن انتشار الجيش في الجنوب ودعمه لوجستيا كما تراجع حزب الله لما قبل نهر الليطاني وغياب السلاح وغيرها من النقاط لتؤكد أن النسخة الثالثة ستأتي لا محال ويجب أن يكون فيها تعديل وتوضيح إذ أن لبنان سجل ملاحظات عدة على كل نقطة مص مصلحة لبنان العليا وهذا ما أجمعت عليه مصادر بري وميقاتي فكان الكلام عن رد موحد بتعبير تحمي المصلحة الوطنية ومنها ما يتعلق مثلا بإعادة تموضع أو إعادة انتشار لحزب الله فهؤلاء هم من أبناء الجنوب والمنطقة. في نسخة الثالثة الفرنسية المتوقعة والتي سيكون تواصل موفدوها مع إسرائيل سيعود بري وميقاتي إلى مقاربة الورقة الجديدة ومقارنتها مع مضمون الرسالة الأمريكية التي حملها سابقا أموس هوكستين ليعطي الجواب كل ذلك على وقع إيجابيات وقف إطلاق النار في غزة التي تلوح من أفق مصر والتي يؤكدها أعلام العدو الإسرائيلي وبالتالي تقول المصادر المواكبة أن هذا يؤكد أن مسار الجنوب كان ومزال يرتبط بمصار غزة مهما وصلت أوراق فإيجابية وقف إطلاق النار في غزة ونجاح المفاوضات ستنعكس حكما إيجابية على لبنان وسيصبح أي كلام عن تنفيذ القرار 1701 الذي لطالما أكد لبنان أنه متمسك وملتزم به سيكون المدخل لنقاش جدي يمكن أن يترجم بهدوء مستدام على الجبهة الجنوبية أخرى موسيقى 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 اشتركوا في القناة